اشتركوا في القناة تفقد الدكتور محمود رشاد والدكتور أحمد العرجاوي عضوى مجلس النواب عن حزب النور بدائرة أبو حمص وإتكوم بمحافظة البحيرة إحدى المباني الخدمية والمشاريع الاستثمارية تحت الإنشاء بقرية الصعيدة التابعة لقرية طولمباد برسيق وذلك بصحبة محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان شن الطيران الحربي الإسرائيلي وغارة جديدة صباح اليوم الجمعة على خان يونس جنوب قطاع غزة دون وقوع إصابات قتل القميس 28 شخصا من بينهم نساء وأطفال في ضربات جوية على مخيم للنازحين في محافظة إدلب السورية بالقرب من الحدود التركية قتل أكثر من 70 شخصا في أقل من 24 ساعة في معارك عنيفة جنوب حلب بين جيش النظام السوري وجيش الفتح الذي يضم جبهة النصرى فرع تنظيم القاعدة وأحرار الشام وفصائل إسلامية أخرى أعلنت منظمة إسلامية في كندا تسمى بي سي موسلم أسوسياشن إحباطها بسبب عدم تمكنها من رعاية أكثر من ست لاجئين أي أسرة سورية واحدة تقريبا وأوضحت أن الجمعية جمعت نصف مليون دولار لكنها وجدت الأسبوع الماضي أنه غير مسموح لها برعاية أكثر من ست لاجئين لأنها ما زلت في السنة الأولى لتوقيع اتفاق الرعاية مع الحكومة وهو ما يتيح لها رعاية ست لاجئين فقط بشكل خاص أعلنت إدارة الفيسبوك حجب صفحة الرئاسة السورية وصفحات أخرى موالية للنظام على غرار قناتي سما والدنيا وقناة الميادين الفضائية التي تبث من بيروت ووفقا لبعض التقارير فقد أغلقت إدارة فيسبوك أمس الأربعاء صفحات رسمية موالية للنظام الأسد استجابة لحملة حلب تحترق التي أطلقها نشطاء سوريون للتضامن مع مدينة حلب السورية أقدم تنظيم داعش على إعدام خمس رجال في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي والتي تتبع لما يسمى ولاية الفرات التي تضم أيضا مدينة القائم العراقية الحدودية وريفها وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الشبان الخمسة من الجنسية العراقية وتم اقتيادهم لإعدامهم في الجانب السوري من ولاية الفرات في حين أفاد بعض النشطين أن الخمسة من بلدة القائم غرب الأنبار تجددت الاشتباكات بين القوات الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح شرقي مدينة تعز في وقت متأخر من مساء الخميس بدأ مسلح تنظيم القاعدة الانسحاب مساء أمس الخميس من مدينتين رئيستين في محافظة أبين جنوبي اليمن وستتزايد الضغوط عليهم بسبب الحملة العسكرية التي يشنها الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي لتطهير المدن الجنوبية من المتشددين توفي رجل أمن سعودي إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مصدر مجهول بمنطقة مكة المكرمة تمكنت قوات العمليات الخاصة للجيش الوطني الأفغاني من تحرير ستين مختطفا خلال مداهمة ليلية شنتها القوات في قليم هلمند الجنوبي استهدفت سجنا يديره مقاتل حركة طالبان أصدر الدوان الملكي السعودي مرسوما ملكيا بإعادة تصنيف مجموعة بن لادن السعودية وعودتها إلى المشروعات حسب ما قالت مصادر مطلعة بحسب بوابة الفتح استعان فريق من العلماء الألمان بمعلومات كان العانب بن سينة تحدث عنها في أحد كتبه منذ عام 2006 حول الظاهرة الفلكية السوبر نوفا أو المستعر الأعظم وما يحدث عند أفول نجم من النجوم شهد الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري نيابة عن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أمس الخميس حفل تخريج دفعة جديدة من الكوادر الهندسية والفنية بدولة الخنغ والديمقراطية في مجال إعداد التقارير الفنية لعدد 12 متدربا والتي استمرت فعالياتها خلال الفترة من 24 إبريل وحتى 5 مايو 2016 وذلك بمقر قطاع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري وصل إلى مطار القاهرة اليوم الجمعة 43 أفريقيا في زيارة لمصر تستغرق أسبوعين وذلك للمشاركة في دورة تدريبية في مجال العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تبدأ من غد السبت ولمدة أسبوعين ذكرت شركة روسينفيت الروسية اليوم الجمعة أنها سلمت مصر أولى شحناتها من الغاز الطبيعي المسال صدر اليوم العدد الستون من مجلة النبع الصافي الإلكترونية التي تصدر عن موقع عيان السلفي ويمكن تحميل نسخة EXE من صفحة المجلة على الموقع انتهت نشرة الأخبار من موقع عيان السلفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته